منذ عقود والعراق يعيشوا على البركة ففي زمن النظام البائد كان القرار بيد مجلس قيادة الثورة ورئيس النظام حصراً والذي قد يقرر شيئاً صباحاً ويلغيه مساء أما في عهد الفوضى الخلاقة فقد اختلط الحابل بالنابل وزارة المالية المعنية بوضع الموازنة تحتاج إلى وكالة أنباء خاصة لكثرة الأنباء الواردة منها ويتوقع أن تكون الموازنة العامة للعراق بمقدار 140 تريليون دينار على أساس سعر برميل النفط بواقع 65 دولاراً مع إمكانية رفع واردات الدولة غير النفطية إلى ما نسبته 25% من الموازنة هذا في حال تمكنت الدولة من السيطرة على الموارد وأبعدت أيدي الفاسدين والطفاليين عن الضرائب والموارد الجمركية والاستثمارية ويعاني العراق من مشكلات مركبة ففي حين يحتاج إلى حلول استثنائية تتمسك حكوماته بالمعالجات العادية وتصر الحكومات على الدفع بموازنة واحدة جامعة مانعة ولهذا السبب بقي العراق بلا موازنات لعدة سنوات فيما اعترى الكثير منها الخلل تلجأ الكثير من الدول إلى اعتماد موازنات متعددة بدلا من واحدة فبعضها يفصل موازنة الدفاع وآخر يفصل الموازنة التطويرية وبعضها يفصل التشغيلية وهذا يساعد على تسهيل مرور الموازنات ويختصر الوقت والجهد ويعتقد كثيرون بأن المشكلة في موازنة العراق تكمن في واردات نفط القليم ونسبته والتي تشير أنباء إلى أنها ستكون بحدود 14% في ضوء اتفاقات سياسية مع تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد لكن هذا الأمر سيصطدم بقرار ما تسمى المحكمة الاتحادية والتي توصلت بمزاجها إلى أن يكون نفط القليم بكليته تحت إدارة السلطة الاتحادية تشغيلا واستخراجا وتصديرا قلنا إن العراق معقد ويحتاج إلى حلول استثنائية وشجاعة إن تقسيم الموازنة العامة إلى موازنات يتيح للجمهور التعرف على أدق تفاصيل ما يجري في البلاد ويحتاج العراق إلى تقسيم موازنته العامة إلى موازنة الدفاع بسبب تحدياته المستمرة والموازنة التشغيلية لارتباطها بحياة الناس وأخيرا موازنة الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم وقد تحتاج وقتا ومفاوضات وربما إلى صفقات للاتفاق عليها